اعزائي المشاهدين اهلا بيكم مرة تانية بنجدد لكم التحية من برنامجكم عيادة الصحة ومعنا دكتور احمد الوكين مدرس واستشاري القلب وجراحة صدر ومعنا دكتور مجدي انور استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك وبنتكلم عن الصحة النفسية لحالات مرضى جراحة القلب اهلا بيكم مرة تانية دكتور احمد وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن الدعم النفسي لمرضى المصابين بالوهب هو هنا دور الدعم النفسي اصلا ان هو بيساعد المريض ان هو بيبتجي يفكر بطريقة مختلفة بطريقة ايجابية سواء ان كان عند وهم المرض او اذا كان هو فعلا متخوف من وجود عملية او حاجة زي كده فاحنا بنساعد المريض دوت بحيث بنطمنه بنفهمه ابعاد العملية طبعا لما بيكون كمان فيه تواصل ما بين الصحة النفسية وما بين الطبيب اللي بيعمل العملية في الوقت دوت بيحصل بينهم ان بيقدر يوصلوا المفهوم للمريض ان ايه المشكلة وابعادها قد ايه فمن هنا بنقدر نساعد المريض ان الحالة اللي هو قال لك الدكتور عليها وخصوصا اذا كان تيم من الاطباء زي ما كان دكتور احمد بيتكلم هنا الكل بيكون برأي واحد فهنا المريض بيلاقي ان فيه مادة ثقة ومصدقية للكلام لان اللي سامعه هنا هو اللي سامعه هنا المشكلة الحقيقية بقى لما بيكون المريض دوت بيروح عند اكتر من دكتور وكل دكتور بيقول كلام مختلف فهنا بيحصل للمريض اصلا اضطراب نفسي بيخاف دي مشكلة تانية وبتواجه كتير من المرضى مرضى